أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سيدنا إبراهيم بلغ من الكبر عتية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والإنسان إذا ما كبر سنه وقد حرم من نعمة الولد تشتاق نفسه إلى الولد وتتعلق به فبدأت تتحرك هذه المشاعر في قلب سيدنا إبراهيم طاقت نفسه إلى الولد وتتضلعت إلى أن يرزقه الله بولد العبد إذا محتاج شيئا رفع يديه إلى مولاه يا رب كما بيّنت السنة المشرفة يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب فالإنسان إذا ما وقع في ضيق طلب من الله النجاة وإذا ما وقع في كرب وشدة طلب من الله أن يفرّج الكرب ويزيل الشدة رب هبلي من الصالحين كانت هذه الجملة التي قالها سيدنا إبراهيم ربما في جوف الليل وهو واقف بين يدي الله ربما وهو يسير في أي مكان الله يسمع صوت الداعي قالها سيدنا إبراهيم رب هبلي من الصالحين لأن النفس اشتاقت إلى الولد فكانت البشرى ورزق بالولد رزق بسيدنا إسماعيل عليه السلام كبر إسماعيل وبدأ يسعى مع سيدنا إبراهيم وإذا ما سعى الولد مع أبيه تعلقت النفس به أكثر وأكثر وهذا ما حدث خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام تعلق قلبه بإسماعيل لأنه بلغ معه السعي بدأ يقضي الحاجات استطاع إبراهيم عليه السلام أن يعتمد عليه في بعض الأمور فعندما كان ذلك جاء نداء الله عز وجل وجاءت الرؤية ورؤية الأنبياء حق كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس قال رؤية الأنبياء حق رؤية العباد تختلف عن رؤية الأنبياء فرؤية الأنبياء وحي من الله عز وجل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يأتي الرد من هذا الإبن البار الطائع ليجعلنا نتعجب من هذا الموقف إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين موقف عجيب عجيب من الأب عليه الصلاة والسلام كيف ينفذ هذا الأمر وقد تعلق قلبه بولده والأعجب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سيباشر الذبح بنفسه لذلك حانت ساعة تنفيذ الأمر فلما أسلم وتله للجبين أسلم قيل تشهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليبدأ في تنفيذ أمره وتنفيذ مهمته وتشهد إسماعيل عليه السلام ليستجيب لنداء ربه وأمر والده وتله للجبين تله أي جعل وجهه وجبينه ناحية الأرض قيل حتى لا ينظر إلى عينيه وهو يذبح فلما أسلم تشهد وقيل فلما أسلم أي استسلم لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى اختبار شديد لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فلما أسلم جاءت البشارة من الله عز وجل والعبد إذا ما ضاق عليه الأمر ورأى الله ما في قلبه من ضيق فرّج الله تبارك وتعالى عنه ونزل قول الله عز وجل وَجَاءَ الْفَرَجُّ وَجَاءَتْ الْمِنْحَةِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ كانت هذه التفريجة والمنحة من المولى سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم كذلك يجزي الله المحسنين الذين ينفذون أوامر الله والذين لا يتباطأ الواحد منهم عن القيام بواجب الله قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل تبين كيف أن الإنسان يخضع ويذل لأمر الله عز وجل وكيف تكون الطاعة من الأبناء للآباء نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته